المفعول المطلق الفعل كلمة تدل على حدث مقترن بزمن المصدر كلمة تدل على حدث غير مقترن بزمن كقولنا جلوس رجوع طيران قيام والمصدر هو في الحقيقة اسم للعمل الذي يدل عليه الفعل فالعمل الذي يدل عليه الفعل يسبح هو السباحة إذن السباحة مصدر يسبح كما أننا يمكن أن نشرح الفعل بالصيغة التالية يسبح يقوم بي فالكلمة التي سنضعها في الفراغ هي مصدر الفعل الذي نشرحه لاحظ عزيزي الطالب الآية الكريمة التالية تجد أن الفعل فيها فازا وأن كلمة فوزا هي كلمة تدل على حدث غير مقترن بزمن فهي مصدر للفعل فازا وهو مصدر مشتق من نفس لفظ الفعل الوارد في الجملة فازا فوزا لذلك يعد مفعولا مطلقا للفعل لاحظ الأمثلة السابقة نجد في المثال الأول أن المفعول المطلق إجلالا وهو مشتق من نفس لفظ الفعل أجللت فهو مفعول مطلق منصوب وجاء المفعول المطلق هنا مؤكدا للفعل ثم لاحظ المثال الثاني ستقول إن الكلمة التي اشتقت من نفس لفظ الفعل هي تفوقا فتكون مفعولا مطلقا ولكن هل المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل؟ إذا تأملت الجملة جيدا ستجد أن المفعول المطلق ليس مؤكدا بل مبينا لنوع الفعل وذلك كأنك تقول التفوق تفوقا كبيرا وفي المثال الثالث ستجد أن المفعول المطلق ركعتين لماذا؟ لأنها مشتقة من نفس لفظ الفعل ركعة ولكن ألا نلاحظ أنها تبين عدد مرات حصول الفعل؟ فالمفعول المطلق هنا مبين لعدد مرات حصول الفعل نستنتج أن المفعول المطلق مصدر منصوب مشتق من لفظ الفعل يذكر بعد الفعل لغرض من الأغراض التالية توكيد الفعل بيان نوع الفعل بيان عدد مرات حصول الفعل تأمل ما سبق وهيا ننطلق معا إلى التدريب التالي ترجمة نانسي قنقر